دعت حكومة الوفاق الوطني الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التهاون في قضية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وطالبت دول العالم بالاستمرار بتقديم الدعم اللازم لمواصلة مهامها في دعم اللاجئين ودان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود دان تصريحات الإسرائيلية ومنها تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو التي زعم فيها أن وكالة الغوث تسعى لتدمير دولة إسرائيل